التقى وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين بعدن محمد رفيق نصري والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء بحث التدخلات والمشاريع التي تنفذها المفوضية في المحافظة والمتمثلة دعم تنفيذ مشروع الصرف الصحي الجديد المشترك والذي يبدأ بمحطة المعالجة بمنطقة العريش ووصولا لدوار الشهيد نبيل القعطي مع ضمان تمويل المرحلة الثانية ضمن العام القادم كما تطرق اللقاء إلى أليات التعاون المشترك بين الجانبين لعادة تأهيل المنازل المتضررة من الحرب ودعم معاهد التعليم الفني إضافة إلى الترتيب والتنسيق لمشاركة وفي بلادنا في المنتدى العالمي للاجئين والذي سينعقد بديسمبر المقبل في جنيفة السويسريا